أم عائشة بتقول ابني عنده 11 سنة كويس عنده حالة نفسية ليه بس؟ بياخد الحاجة اللي مش بتاعته آه دي كده حاجة وحشة طبعا دي يعني هي السرقة مش هنجمل الكلام والحقيقة ان السرقة في مرحلة الطفولة الأولى الطفل فيها ما بيكونش يعني الطفل لا يدرك حدود ملكيته الخاصة يعني ايه حدود ملكيته الخاصة يعني الطفل هو فاهم ان احنا على طول بنجيب له ألعاب وبنحاول نلعبه هو معتقد ان كل حاجة في الكون دي بتاعته لكن المرحلة دي مش مش إلى مالة نهاية لا ده المرحلة دي بتكون من يعني آخرها ثلاث سنين إلى خمس سنين كحددها من ثلاث سنين إلى خمس سنين نهاية هذه المرحلة ايه هي المرحلة؟ هي عدم معرفة الطفل بحدود ملكيته الخاصة بطريقة أخرى أو بمعنى أن الطفل ما يبقاش مميز قوي إيه اللي يخصه أو إيه اللي يملكه وإيه اللي التانين يملكه فتلاقي مثلا الطفل في الحضانة أو في بداية سنين المدرسة ممكن عادي جدا يروح واخد ألم مش بتاعه أو واخد مقلمة مش بتاعته هنا ده مش طفل ده مش لص مش بيسرق خلوا بالكوا قوي بالحكاية دي أنا بتكلم على إيه؟ أنا بتكلم على السنين لغاية ثلاث سنين لغاية خمس سنين من ثلاث سنين لخمس سنين خلاص كده؟ خلاص كده؟ طيب لغاية عمر ثمان سنوات بقى يعني لو الحكاية دي استمرت لغاية سن ثمان سنين؟ لا ما بنقولش كده أن المساء العادية بنصنف هذا الأمر على أنه اضطراب سلوكي يبقى هنا الطفل سلوكيا عنده مشكلة خلوا بالكو سلوكي ما قلناش حاجة تانية برضا نقول له أخرنا ثمان سنين يبقى الطفل هنا تعالى بقى أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتعمل كده بنتناقش معاه والكلام ده كله يعني لغاية ثمان سنين مقبولة من سن بقى فوق الثمان سنين وتحديدا بقى من عشر سنوات فأكثر لا يصنف الأمر هنا على أنه حالة خطيرة وأي حالة خطيرة أي حالة في الدنيا لازم نعرف أسبابها طب إيه أسبابها؟ إيه أسباب أن الطفل ده ممكن يسرق؟ هي طبعا الأم ما قالتش تفاصيل ما قالتش ده هو بيعمل كده حاجة في البيت ولا حاجة في المدرسة ولا حاجة عند في زيارات أقارب ولا إيه بزاق ولا لما يبقوا في مكان عام ولا إيه الأسباب كتيرة أو يوم متعددة أول هذه الأسباب هو تعويض النقص الطفل يشعر بنقص فيعوده الطفل يشعر بنقص فيعوده الطفل حاسس أنه هو الأطفال اللي حواليه عندهم شيء مش عنده طول الوقت هو حاسس بنقص ممكن النقص ده يبقى من أول الأكل الطعام من أول المستلزمات الدراسية أنه يبقى مش لابس ساعة أنه ما يبقاش عنده تليفون واخدين بالكو وهنا الحقيقة زي ما فيه لوم شديد على الطفل وطبعا هنا أمر يستوجب المراجعة والعلاج وكل حاجة على الطرق من ناحية أخرى يعني لازم نخلي الأمهات والأباء يراعوا جدا أن أبنائهم ما يكونش عندهم حالة من التباهي بالأشياء اللي بيملكوها وأنهم ما ما يعدوش يحكوا طول الوقت عنها فاهمين قصدي لأنه وارد جدا أن يكون هناك طفل في محيط ابنكم أو بنتكم ما عندوش الحاجات دي كلها ما عندوش الألعاب دي ولا اللبس دا ولا الخروجات دي ولا السفريات دي وما عندوش حاجة خالة فيبتدي هذا الطفل اللي هو اللي عنده المشكلة دا يبتدي يستشعر بنقص شديد جدا في الإمكانيات المتاحة عنده ده من أهم الأسباب اللي تخلي الطفل يسرق مش مبرر أنا بقول لكم الأسباب كمام تمام في أطفال بتسرق للفت الانتباه أيوة في أطفال بتسرق عشان ننتبه له عشان يكون حدث يكون يعني مش ننتبه ليه هو يعني ننتبه للحدث دا يعني يشعر أنه يفعل شيء فبناءا عليه الناس هو فين يا جماعة على التليفون اللي كان هنا هو فيه هو كذا بتاع فيبتدي هو يشعر بغبطة وبسعادة داخلية بيشعر ببهجة كده أنه هو عمل شيء خلى الجميع ينتبه أو يتساءل أو أن الجميع فيه حيرة فاهمين قصدي لكن هو مدرك في السن دا أنه إذا قال آه أنا يا جماعة اللي عملت كده هو هيعاقب فبيداري بقى إنما بيكون هنا الغرض هو إحداث هذه الحالة من الانتباه زي ما قول ممكن يكون من أسباب السرقة أن الطفل بيكره صاحب الشيء اللي تسرق منه الحاجة فاهمين قصدي يعني فيه طفلين مثلا في المدرسة أو أطفال في المدرسة فيه طفل يعني كاره الطفل دا كاره أنه يبقى عنده الحكاية دي كاره أنه متفوق كاره أن المدرسين بيحبوه أكتر كاره أنه هو مثلا فيه عربية بتجيبه وعربية بتوديه أنتوا فهمين قصدي الأطفال حسابتهم غير الكبار الكبار بيحسوا أحيانا بالديق أو بشعر الكراهية مرة تانية وتالتة ومليار دا مش مبرر أنا بقول لكم الأسباب النفسية اللي تخلي الشخص أو الإنسان يسرق خلاص فالكراهية كراهية صاحب الشيء دا تخلي أطفال أحيانا اللي عندهم مشكلة السرقة يسرقوا منهم حاجة وكأنهم بيعقبوهم أو بيديقوهم كمان من أسباب السرقة حاجة تستغربوها قوي التدليل الزائد الدلع آه أن الطفل عمل كده مرة وعارف أنه هو مش هيتعاقب فالدلع الزائد يخلي الطفل يقول ما أنا هاخد مثلا هاخد فلوس بتاعت بابا مش هيعمل لي حاجة ما هو بابا بيحبه هاخد الحاجة الفلانية من عند ماما مش هتعمل لي حاجة هاخد ده من عند جدتي من عند جد التدليل الزائد اللي هو الدلع الزائد يخلي الطفل أحيانا يلجأ أو يعمل هذا السلوك إجمالا السرقة عادة مكتسبة وليست سلوك فطري ودي نقطة مهمة قوي دي نقطة مهمة قوي عارفين ليه لأن دي اللي بيتحدد على أساسها فلسفة العلاج ما هو مرض يستلزم علاج فما فيش مرض يعني ما فيش حالة في الدنيا إن فيه سارق عنده جينات سرقة لا دي مش موجود يعني عنده في الجينات بتاعته أو الشفرة الوراثية بتاعته إنه هو لس لا هي عادة مكتسبة والعادات المكتسبة يمكن التعامل معها طبياً وسلوكياً ونفسياً وما شاب فهمته قصدي أنا بس إيه عشان أي حد عنده المشكلة دي في محيطه ما يقلقش ما يقول لس أنا ابني كده وهو بقى أو حد مثلا يقول إيه ما هو أنا أصله هو بيعمل زي مامته أو بيعمل زي بابا هقول لكم إزاي دلوقت خلاص كده لا فيه فرق ما بين التقليد وفرق ما بين إن إحنا نتصور إن دي حاجة وراسية السرقة الزكية علاجها أصعب يعني إيه السرقة الزكية؟ ما وفيه سرقة غبية إن الطفل يسرق حاجة ويترك أدلة حواليه تشير إلى إنه هو الفاعل فدي سهلة دي علاجها سهل إنما السرقة الزكية لا صعبة في علاجها لأنها بتؤكد أو بتشير إلى أن هذا الطفل استخدم ذكاؤه ليبعد عنه الشبه فهنا الأمر صعب السرقة المعتادة علاجها أصعب من السرقة الطياري أو السرقة مرة واحدة يعني ممكن طفل سرق مرة واحدة لا فيه أطفال على فكرة بيروحوا يقولوا لأهليهم يقولوا لأهليهم أنا يا بابا أنا خدت الحاجة الفلانية مثلا من المحل كنت بقى بشتري حاجة والرجل وهو جوا روح تواخد شوكولاتاية فاهمين قصدي؟ يعني دي حاجة كده فيه أطفال بيحسوا إن ده غلط هم عملوه بس بيحسوا إنه غلط فعشان كده أنا بقول لكم السرقة المعتادة مشكلة إنما السرقة العابرة مش مشكلة قوي لأن يسهل التعامل معها سواء إحنا اكتشفناها أو إن الطفل اعترف لنا به السرقة الجماعية أخطر من السرقة الفردية ليه؟ لأنه لما تلاقي مثلا ثلاثة مشتركين في سرقة واحد يعني ثلاثة أطفال في المدرسة بيسرقوا حاجة من حد دي برضو علاجها أخطر لأن فيها تشكيل بقى تشكيل حصابية يعني فيها لا فيها لازم تعامل بطريقة معينة وصف الطفل بالصارق طول الوقت هو خطأ حتى أثناء العلاج حتى لو هو سرق خلاص خطأ لأنه إحنا قلنا دي حالة مرضية تستوجب العلاج خلاص لما بيجبر ويكون مسؤول عن تصرفاته بنسبة كاملة بيكون حالة قانونية أو حالة جنائية القوانين بتاخد مجرى إنما طول ما إحنا في سن الطفولة إحنا بنتعامل مع اضطراب سلوكي أو مرض مرض نفسية عدم توعية الوالدين للأطفال بحقوقهم برضو غلط لازم تقولوا للأطفال حقوقك وإيه الحاجة دي بتاعتك ما تدهش لحد ما تاخدش حاجة من حد دي كذا إحنا في مكان دلوقتي الحاجات دي مش بتاعتنا إحنا بنختار منها حاجة لو إحنا مثلا في محل أو إحنا بنتفرج إحنا مشتريناش حاجة ما دفعناش فلوس فلازم نفهم الطفل حقوقه وواجباته كمان من النقطة المهمة قوي عدم شرح الوضع المادي للأسرة يعني فيه أسر تقول لك أنا هجيب ابني ولا بنتي كده اللي عندهم خمس ست سنين ولا عشر سنين وقول له يا ابني إحنا مستوانا المادي يعني على قد حال لا ما فاش حاجة ما فاش أي حاجة لازم الطفل يكون واعي تماما بقدراتك المالية كأب وقدراتك كأم علشان يبقى فاهم إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش أخيرا النقطة بقى أو النقطة القابلة أخيرة اللي عايز أقولها لحضراتكم اللي كنت لسه بقول إن فيه ناس ممكن تفتكرها حاجة وراسي فيه أمهات مثلا زوجات يعني بيفتشوا في حاجات الزوج وفيه العكس يعني بس أنا بقول يعني حتى دي بتيجي في الأفلام والمساسة تبصت لاي الزوجة بتفتش في حاجات الزوج كده تفتش في تليفون وتفتش في ملابسه فاهمين قصدي لما الطفل بيشوف ده بيترسخ فيه وجدانه إن ده ممكن يبصلوك مقبول فممكن هو كمان يعمل كده وما فيش مانع بالنه لو لا حاجة ما هو مش عارف ماما بتاخد حاجة ولا لا بس هي ممكن تكون هي بتفتش لأسباب نفسية عايزة تعرف جزها ده بيعمل حاجة غلط بيعمل مش عارف إيه في أسباب يعني هو ده غلط في كل أحوال أنا مش بقول إن هي لازم تعمل كده خالص أنا بقول لكم غلط فأحيانا بقى الزوجة بتعمل كده أو الأم هي بتعمل كده مش إنها تخلي بالها يعني إن ابنها أو ابنتها ما يشوفوا همش لا المفروض هي ما تعملش كده من الأساس لا تقليد وليس فطرة أو ليس يعني وراسة وأخيرا دي حالة طبعا تستوجب العلاج لدى تخصص طب بنفس الأطفال